اشتركوا في القناة 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 جبال الواق واق والمشعارف ايش علم الرمل ولا علم اي علم اخر اللي بخلط علمين في بعض هو كذاب يا بتيجي بتقول لي أنا بعطيك العلم في علم الفلك وخلص علم فلك كل اللي بقوله فلك ما إليش علاقة بأي علم آخر وانتهى الموضوع أما آجي أنا بدي أنطنت مرة أقول لك يا فلك مرة أقول لك يا رمل مرة أقول لك يا بر الحرف مرة بالعدد مرة بالمشعار في إيش وأدمجها كلها في بعض واطلع لك خربطة إلها أول ما إلها آخر هذا كل ياته كذب وأنا أعطيك دليل على هذا الكلام تعال اسمع توقعات أي فلكي من الفلكيين الكبار اللي معروفين أنهم هم فلكيين فروحوا أنتوا اسمعوا لواحد من الكبار من الفلكيين اللي بتوقعوا مثلا نقول توقعات شهرية حكى هاي التوقعات الشهرية روح احضر اللي بيجي بقول لك أنا بفتح بالفنجان ولا أنا بعلم الرمل اسمع شو بحكي في علم الرمل بحكي لك أسماء علم الرمل صحيح يعني بحكي لك هو أشياء لها علاقة بعلم الرمل يعني نصرى داخلي نصرى خارجي عتبة بياض نصيع الخد هدولة بيحكي لك ياهن بس إنه في النهاية لما بدي يعطيك اجتهاده للتوقعات بيحكي لك توقعات الشخص الثاني فبتقول واو معناته يعني هذا طلعهن من علم الرمل أجت على علم الفلك على هذا علم وهذا علم ماشي مرتبطات بأساس علم الفلك ولكن ما أخلطش لما بخلط بكون كذاب لما باجي أنا بوقف بحط جنبي أنا دربيل أو ناظور أو إشي بتطلع فيه بهيك بشوف القمر مش معنى هذا الإشي اللي حطوا جنبه إنه هذا تيلسكوب بشوف فيه القمر هو لا بشوف القمر ولا هذا هو بتفرج بشوف من موقع بيعرف إنه القمر أو الزهرة بدت تكون في المكان هاد في برنامج موجود على التليفون بترفع أنت على السماء هيك بتقول له شو اسمه هو لحاله بس تحط على النجم بعطيك اسمها فهو يعني بشوف إنه والله يشاف المريخ وموجود في السماء ومظاهر المريخ موجود والمشتري موجود في كل الحركة هاي بتبين على شكل النجم ولكن أكبر حجم وإضاءته غير فإنه والله شافها بعدين نصور لك إياها بالكاميرا قال لك راقبنا اليوم ظهور المريخ في المنطقة كان قريب من قال لا إله إلا الله يعني هذه الأشياء أنا حبيت أوضحلكوا إياها ما تأخذوا كل الكلام اللي بطلع معظم الأشخاص اللي موجودين هدولا قارئين كتب كتب وإشي يسمى عنه مخطوطات منسوخة هي دفاتر منسوخة نسخ اليد لأشخاص كانوا يتعلموا عندهم معلومات نسخوها راحوا قرأوا بقولك أنا تعلمت علمي من مخطوطات الله أكبر ما في إشي اسمه علمي من مخطوطات لازم يكون لك معلم ولازم يكون لك مدرسة ولازم يكون لك عضوية ولازم تكون أنت من ضمن اتحاد لعلوم الفلك فمش أنا موجود والله بالنت في جمعية للاتحاد الاتحاد النصابين اتحاد الفلكيين والروحانيين اللي كل اللي موجودين فيه نصابين يلشكلوا اتحاد وسموه اتحاد موجود عن نت ما إله ترخيص وبقولك إذا ما كان معا عضويتنا معناته ولا نعتمد ثقافته أو شهدته طب ما أنت نصاب أنت نصاب أنت قاعدة بتنصب على العالم تسرق من الناس أنت قاعدة بتبيعهم أعشاب وهمية وتبيعهم خلطات كذب وبتدمر في صحتهم وبتنصب عليهم وفي النهاية بدك تيجي تقولي أنا اتحادك هو صحيح تز فيك وفي اتحادك لما تيجي تقولي أنا دارس دارس في جامعة أنا درستها في جامعة درست دفاعة أربع سنوات وأنا بدفع لحد ديت ما تعلمت ماشي أنا كان عندي معلومات فلك بس ما كنت أستجري أقول أنا فلكي ولا أنا بقدر أنا أشوف كنت أقعد ماشي أحلل شخصية شخص أقول له نقاط ضعفه نقاط قوته أتخوت عليه شو بيحب شو بيكره هاي كنا وإحنا أولاد صغار ولكن لما أنا أجي بدي أطلع على قناة أو دأطلع على يوتيوب أو دأطلع على تلفزيون هسا صار كله سير شي عم بتكتب اسم البني آدم تنفي الحياة أهله فما في داعي أنك أنت تيجي تنظر على أنه أنت درست وطلعت مش عارف إيش دورة طلعت لي رحلة أنت روحت لي على دولة أوروبية ولا دولة عربية وتلقيت الشهادة بيبقى عامل شهادة وطابعها هو لحاله وبقول لك أنا عندي شهادات بمراكز مش موجودة والعلوم مش موجودة لما أنا أجي أقول أنا دارس في المركز البريطاني الفلكي الشهادتي من المركز البريطاني مركز مش معهد ولا أكاديمية مركز تابع لجامعة هذا لما بأجي بقول أنا درست مثلا كملت دراستي في الجامعة الفرنسية لعلوم الفلك في جامعة لها علاقة بعلوم الفلك بالدرس تابع على الجامعة في باريس أنا لما درستها درستها هناك أخذت شهادتي من هناك ماشي أنا هاي الشهادة مش معناها أنه والله أنا ختمت العلم أنا لسه يعني بتعلم وكل يوم بتعلم ورح أظل أتعلم وفي ناس أنا بتابعها وفينا جروبات إحنا منتشاور ومنتباحث ومنحط اجتهاداتنا ومنشوف هذا اللي في روسيا شو بيحكي ومنشوف هذا اللي في بريطانيا شو بيحكي ومنشوف تابعين أمريكا شو بيحكوا ومنتناقش في مسائل معينة عشان نطلع في جواب يكون الجواب واحد عشان هيك لما تيجي عند علماء الفلك اللي كبار أو اللي مشهورين في العالم تسمع توقعات يوم تجد هاد وهاد 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 نفس التوقعات تختلف باللفظة أو بالمصطلح أو بالصيغة ليش؟ لأنه أعطاك بيانات على حسب تحركات الكواكب لا زاد عليها ولا نقص عليها ما بقدر أنا أجي مثلا إيشي له علاقة مثلا القمر موجود في بيت الخامس له علاقة بالمحبة أو بالحب أو بالنزوات أو بالعواطف أجي أقول لك والله أنا شايف أنه في إلك اليوم سفر أو الفترة هاي إلك سفر وجيتك رزقة خلط بين البيت التاسع والبيت الثاني على أي أساس؟ طب إذا ما في أساس علمي للموضوع ما في كواكب موجودة في هاي البيوت ما بطلع لي أنا أحكيها يعني معناته أنا قاعد بس بضحك على الناس بصف كلام بلعب بعواطفهم لأجل إنه بس هم يا إما يعطوني مشاهدات عشان الدعايات واللايكات يا إما بس على أساس أنه أنا في النهاية أقول لهم وهي المعلومات أنا باقدر أجاوبكوا عليها لأني تعبت عليها فإن اللي بده يستشيرني بقدر يتصل على الرقم الفلاني أو يبعث لي على الواتساب وأنا ببعث له تحليل لخارطة الفلكية طب ما في مئة ألف موقع موجودة هو بيحلل لك الخارطة الفلكية بدون ما أحلل لك إياها الخارطة الفلكية بتحكي لك الكواكب هاي شو موجودة وشو تأثيراتها طيب طبعتها وأعطيتها لبني آدم أنت البني آدم هو مش عارف تحليل شخصيته بدك تيجي تقوله أنت طبعك عصبي وانت عاطفي ولا أنت بتنجرف على الملذات ولا هاي الأمور طب ما الخارطة الفلكية تحليلها بدأت تحكي له هذا الأشي وهو عارفه طيب ما بعد ما بعد الخارطة الفلكية لما يجي بقولك أنا زلمي جاي عندي مشروع المشروع هذا يعني أنا ضيعت كل حياتي ما عندي غير هل هل أكم من جرش بدي أحركهم بتقدر أنت تعطيه جواب وتضمن أنه أنت جوابك رح يكون في المكان الصحيح يعني إجابتك رح تكون على طريقة علمية مثلا وحدة بتخلفش مثلا تيجي أنت تقولها والله أنا شايف على حسب الخارطة الفلكية تاعتك أنه السنة الجاي في الشهر الفلاني في التاريخ الفلاني بنصحك تعملي أنت علاجات قبلها بست شهور تأخذي كورسات عن طبيب معين عشان ينظم لك العحماض ينظم لك الهرمونات ينظم لك المبايض ينظم لك كل شيء اللي يكون في الشهر الفلاني لو عملت زراعة أو عملت حق مجهري أو 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 ممكن تنجح معك بنسبة عالية جدا للحمل تقدر تعطيها هذا الحكي؟ أنت كمدعي تفهم في هذا الإشي؟ أنت بس بتلعب على العواطف تتصل عليك بنت عمرها 23-24 سنة أو 28 سنة 30 سنة بتفكر حالها نبارة ما خلص ما رأى لها الزواج فبتيجي بتقولها شايف لك أنا أن الزواج على الأبواب خلال فترة الشهر الجاي أنت رح يجوك الأزواج يعني طوابير ولكن أنت نحوست الكواكب هاي اللي موجودة هي اللي مسيطرة عليك وهي اللي مأثر عليك فأنا بنصحك في عندي أنا حجر كريم وعندي مش عارف إيش لو استخدمتيهم هذولا يعني بتفتح السعودة فالفرصة بتصير أقوى للعريس اللي بده يشوف وجهك بده يلزق ويصير يجر وراك يترجى فيك عشان يتجوزك هذا كلام صحيح؟ هل هذا كلام علمي؟ هل هذا إلو علاقة بعلم الفلك؟ بس يعني هو موضوعين خلطتهم في بعض عشان أطلع في هذا إذا استرسلت بالحكي باعتذر عن الإطالة يعني سامحوني بس مجرد حكي ممكن تستفيدوا منه ممكن تكبوه في الزبالة ممكن يدخل منهون يطلع منهون اعتبروني رغيت خلينا نروع على توقعاتنا اليومية طبعا توقعاتنا اليوم ليوم الثلاثاء تسعة ستة القمر الآن هو طبعا يبل ما يبلش له فترة خلو المسار ضايله تقريبا بعد مدة الحلقة هاي خمس دقائق وبيبدأ في خلو المسار احنا ذكرنا يوم أمس عنه في زاوية اقتران إيجابية بين القمر والمشتري رح تكون الساعة ستة وخمس دقائق مساء هاي الزاوية ايجابية نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا على تعزيز الروابط العائلية طبعا بالنسبة لخلو المسار قلنا انه هاي الزاوية اخر زاوية معناته خلو المسار رح يبدأ من الساعة ستة وخمس دقائق فالساعة ستة وخمس دقائق بتوقيت جرينيش يعني بالساعة تسعة وخمس دقائق بتوقيت الأردن بيبدأ خلو المسار رح يستمر خلو المسار للساعة اثناش واربع وخمسين دقيقة بعد منتصف الليل يعني رح يظل ساعات الفجر تقريبا بتزيد ثلاث ساعات يعني الساعة ثلاثة واربع وخمسين دقيقة يعني الساعة أربعة إلا خمس دقائق يعني مع أذان الفجر في منطقة الأردن فلسطين سوريا لبنان ومصر فهنا بنتهي خلو المسار في فترة خلو المسار بما إنها راح تصير بالمساء أكثر المتضررين هم اللي بالجهة الأخرى من الكرة الأرضية أو اللي بتكون عندهم ساعات نهار أو بداية النهار أو ذروة العمل بالنسبة لهم إلا اللي عندنا اللي بيشتغلوا بالليل فهاي الفترة دائما نحكي في خلو المسار هاي فترة لا تصلح لأي خطوة جديدة مهمة في حياتنا وبتشمل كل الموليد لا توقيع عقد ولا خطوبة ولا زواج ولا حتى شراء شيء ثمين وأي شيء بده يصير لازم يكون إحنا عقدين النهي عليه قبل خلو المسار أما بالنسبة للقمر طبعا راح ينتقل للدلو بعد انتهاء خلو المسار اللي هو ساعات الفجر زي ما حكينا ساعة 12 و 54 دقيقة فجرا بنتقل وبيستقر في الدلو وهنا بيعمل أول زوايا طيب لما بيكون القمر موجود في الدلو إيش اللي بيصير طبعا هو راح يدخل على الدلو في فترة خلو المسار يعني راح ينتقل القمر للخلو للدلو فأغلب اليوم راح يكون تأثيرات القمر وهي موجودة في الدلو بنشعر الآن أنه إحنا بحاجة ماسي للتغيير الروتين هو عدونا في هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق تجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس حولنا عادة بشكل منطقي أكثر منه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة أو إدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء جهاز استيريو أو تلفزيون أو تجربة طعام جديد أما بالنسبة لزاوية أول زاوية والوحيدة اللي راح تتشكل خلال هذا النهار هي زاوية اقتران سلبية راح تكون بين القمر وزحل راح تكون في تمام الساعة ثلاثة وستعشر دقيقة صباحا من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب منها أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحظوظ بفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب للماضي بدل من مواجهة الحاضر طبعا هو في زاوية أخرى يعني في نفس التاريخ هذا في زاوية ولكن هاي الزاوية بتكون بعد حلقة الغد فعشان هيك من أجلها لحلقة الغد لأنها كلها في المساء فمنذكرها بعد حلقة الغد أما بالنسبة للقمر بما أنه راح يكون موجود في الدلو معناته خلو المسار القادم راح يكون يوم عشر ستة ركزوا معي مضبوط خلو المسار القادم راح يكون يوم عشر ستة راح يكون في تمام الساعة ثنتين وأربع وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينيتش بعد العصر ماشي هسا هنا هذا بداية خلو المسار راح يكون قبل حلقتنا يعني قبل الحلقة اللي احنا يوم عشر الشهر بيكون قبلها تقريبا بخمسة وعشرين دقيقة فعشان هيك راح يستمر خلو المسار بعد حتى منتصف الليل يعني ليوم حداعش الشهر ويظل لغاية الساعة تسعة واحد وثلاثين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش يعني بمعنى آخر اللي بيحكوا التوقعات ساعة اتناعش بالليل فبيجي بقول لك خلو المسار راح يبدأ يوم عشرة وبنتهي يوم احداش احنا انا بقول لك انه راح يبدأ يوم عشرة ورح ينكمل يوم احداش خلو المسار لانه راح يكون برضو لسه موجود في نفس المكان في برج الدلو لحد ديت الساعة ساعة الظهر بعدها القمر راح ينتقل لبرج الحوت اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المحدب عمره ثمنتعشر يوم في تمام الساعة ثمانية وسبعة وخمسين دقيقة مساء بصير عمره تسعتاشر يوم نسبة الإضاءة ثمانين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم عشرين ستة المزاج ممتزج القمر في الجدي ودلو لغاية يوم احداش ستة المزاج منتحس طارد في السرطان حتى يوم ثمنتعاش ستة بعدها يبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى يوم خمسة وعشرين ستة مزاجه منتحس المريخ في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم اثناش تسعة مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 1-7 بعدين بيرجع للجدي مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى يوم 15-8 بعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس الثور مزاجه سعيد نيبتون في الحوت حتى يوم 23-6 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما انه اغلب اليوم القمر رح يكون موجود في الدلو فعشان هيك اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الاصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة او مناسبة سعيدة يعني الاجواء بتكون داعمة وبناسبك العمل ضمن مجموعة ممكن تخوض في مجالات عدة ومتنوعة خلال هذا اليوم اهمش انك تنظم جدول اعمالك تحسبا لضيق الوقت اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الاجواء تقريبا نفسيا انت اليوم ارتاح اكثر او رح ترتاح اكثر مشحون بطاقة ايجابية ممكن انها تساعدك على انجاز كثير من الاعمال وممكن يكون ملفت للانتباه للجنس الاخر اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء على المستوى المالي بتلوح فرص متقطعة خلال هذا اليوم للتحصيل على مكسب مالي بيجي من عمل اضافي او نوع من انواع الدعم او الهبات ولكن بالمقابل بتغلب عليك المصاريف او الدفعات خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء برضو جيدة وبتدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات وممكن يكون عندك حوارات خلال هذا اليوم يعني نشاط عالي جدا وممكن تقنع اي شخص بوجهة نظرك اللي عندهم امتحانات مدرسية بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحظ اما بالنسبة للبيت الرابع الاجواء على مستوى البيت ما زالت ضاغطة بتسبب لك نوع من انواع النفور او الحدية او العصبية ممكن هاي الاعمال يعني تكون هي اما صيانة او الها علاقة في البيوت بشكل كامل او الها علاقة بافراد البيت ممكن التزامات زيادة او اعطال او اشياء بتكون مربكة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي تقريبا برضو نفس الشيء فيها مشحونة فانت عاطفي زيادي وفي نفس اللحظة عندك نوع من انواع الحدية بالطباع ممكن انه تسبب خلاف ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم عندك تمسك اعصابك قدر الامكان اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء على مستوى العمل اقل حدية من الايام الماضية ولكن ما زال فيها نوع من انواع الضغط ممكن تنجز بعض الاعمال اليوم المهمة وبرضو ممكن يتراكم عندك بعض الاعمال يعني ما تقدر تنجز كل شيء لانه الوضع متقلب خلال هذا اليوم ما بين ايجابي سلبي ايجابي سلبي على اكثر من المكان ولكن برضو منقولك انك ظلك مراقب وضعك الصحي بشكل جيد خلال الفترة اما بالنسبة للبيت السابع فهو روتيني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي على مستوى التعامل مع الشركاء او الازواج يعني ممكن تظهر بعض المسائل خفيفة تعمل حدية بالطباع او نقاشات حد ما بينكو ولكن الاجواء اجمالا روتينية على طبيعتكم تتعاملوا اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء يعني تدعمك اي شيء بسيط على مستوى الامور الاموال المشتركة الها علاقة في البنوك او الها علاقة بالمصارف او تحويلات مالية او الاهتمامات بمؤسسات مالية زي الضريبة او التأمين اما بالنسبة للبيت التاسع بتتعزز عندك الاتصالات وخصوصا من ساعة الصباح الاتصالات البعيدة او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام ببعض القضايا اللي لها علاقة بالفلسفة او بالدين او النقاشات اللي عندهم امتحانات جامعية بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحظ اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف الاجواء تقريبا على مستوى بيت السمعة يعني تقريبا منقدر نحكي انها جيدة بتدعمك في بعض المسائل الممتازة ممكن يصير فيه نوع من انواع التعامل او التعاون ما بينك وبين زميل بالعمل او رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيت الاصدقاء والمعارف تقريبا نقدر نحكي انه مثل ما ذكرناه في بداية التوقعات وهو جيد جدا اما بالنسبة لبيت المتاعب فممكن تظهر بعض المسائل في ساعات الصباح هاي الساعات ممكن انك تشعر ببعض التعب او يتوكل لك عمل يكون صعب او تحتد وتعصب على مسألة معينة او يجيك خبر ممكن يكون يعني مزاج برج الثور يوم مناسب للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح فيه اثبات جدارته للمسؤولين وبتقدر تحافظ على انجازاتك القائمة في مكان العمل لا تشويه سمعتك الظروف شوي بتكون ضاغطة عادة لما يكون القمر موجود في هذا البيت بالنسبة للك ممكن تحمل لك هاي الفترة فرصة عمل مهمة بدك تكون منتبه لك كل شيء وما تترك الطيش والسهو يتسببوا باخطاء لا تغتفر اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الاجواء على المستوى النفسي رغم هاي الضغطات الا انه انت نفسيا مرتاح في عندك يعني اشياء جواك احسن من الايام الماضية تتقلب ما بين انه انت الايجابية والروتين فعشان هيك الا اجواء اجمالا بتمشي باتجاهك بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي برضو في فرص الها علاقة بالاموال ممكن تجيك من عمل اضافي او من مستردات مالية او من بيع شيء معين بيكون يعني ثقيل عليك وتتخلص منه خلال اليوم هاد وممكن تجيك على شكل مستردات مالية او هبات او مساعدات ولكن بالمقابل بتكثر عندك المصاري اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة برضو على مستوى النقاشات والحوارات والتنقلات والاتصالات عندك حركة يعني دقوبة جيدة جدا وبتساعدك في انجاز كثير من الامور في منكو اللي عنده امتحان ابتدائي او ثانوي على مستوى المدارس بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضور اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء شوي ضاغطة على مستوى البيت بسبب لك ارباك او قلق من مسألة معينة بتتعلق في البيت بالعقار اما ترحيل او انك انت بتشتري عقار او بتنشغل باجار او امور الها علاقة باعطال داخلية في البيت بترمم لها بعض الالتزامات المنزلية اللي انت مش قادر توفيها خلاف ما بينك وبين افراد العائلة هذا كل ياتوا في البيت اما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي اليوم اقل حدية يعني الايام الماضية كانت تحملك بعض التوترات على المستوى العاطفي اليوم بكون اقل حدية من الناحية العاطفية فممكن التفاهم مع الحبيب ولكن اهم اشي انك تبعد عن العصبية او التزمت بالرأي اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منكم ممكن يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالرقابة الصحية او برنامج رياضي او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على مستوى بيت الشراكة تقريبا بنقدر نحكي يعني جيدة يعني مش بقوة هي روتينية بالاغلب ولكن فيها بعض الايجابيات اللي ممكن تساعدك بالتقرب من الشريك خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الاموال المشتركة بتلوح بعض الفرص اليوم اللي بتدعمك ماليا او بتعزز بعض النقاط المالية عندك اللي لها علاقة اما بالقروض او الديون او البنوك او مستردات مالية بتيجي انه بكون لك ديون وبتأخذها اشياء بتكون فاقدها ممكن تجدها اليوم يعني كلها تقريبا ايجابية اما بالنسبة للبيت التاسع في ساعات ما بعضه ظهر بتغلب يعني عليك النشاط الاتصالات البعيدة او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او يعني نقاشات الليها علاقة بالدين بالسياسة باللغات باشياء من هذا الشيء او امتحان لغة اما بالنسبة قبل ما ندخل بالنسبة نرجع شوي اللي عنده امتحان جامعي او مناقشة او اشي ضروري يكون مجهز لأوراق يجهز وما يعتمد على الحضوض نرجع اما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرناه في بداية التوقعات اما بالنسبة لبيتك 11 فالوضع ممكن يصير بعض الخلافات اليوم او الحدية بالطباع او الزعل او العتب على صديق او معرفة بسبب سوء تفاهم او بسبب تصرف يعني شوي يكون مزعج بالنسبة للك اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء تقريبا روتينية ما فيها اي شيء لا ايجابي ولا سلبي فعشانك بتقدر تنجز الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك راح يهتم برضو في امور العلاقة بالصحة بتتعلق فيه او فيه احد الاحبة برج الجوزاء بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر او الاتصالات البعيدة وممكن انه تزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم باحبائكم بوسعكم اجتياز امتحان ممكن تسافر او توقع على عقد او تروج لموهبة او لنوع من انواع الاهتمامات يعني بتروجلها بشكل جيد اهمش انك تكون جريء ما ترتبك في المواقف المهمة والصعبة حاول انك انت تثبت او تثبت طاقتك وجدارتك بالمواقع المتقدمة يعني انجز واندفع كمان لانه الوضع لصالحك خلال هذا اليوم يعني ممكن تحملك هاي الفترة انفراج لمسألة كانت مربكيتك بالفترة الماضية اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف البيت الاول برضو بيدعمك خلال هذا النهار بشكل متقطع على المستوى النفسي ولكن انا شايف لانه البيت التاسع هو اللي فيه القمر معناته رح يكون عندك طاقة عالية جدا اليوم وثقتك بنفسك عالية اكثر اما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي بتظهر بعض المسائل المالية وممكن بعض المكاسب المالية وممكن تحصل بعض الاموال خلال هذا اليوم ولكن الاموال بتجيك من عمل اضافي ماشي عشان ما حدا يقول لي انه والله انت قلت بده يجينا مال وما اجناش مال هذا بيجي من واحد بده بيشتغل اشياء بايده او بيجتهد على الشغل على اساس انه يجيه فلوس اما بالنسبة للهبات والمساعدات والدعم فهي على حسب انت وطباعك وعلاقاتك اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف الاجواء برضو نشيطة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات وبرضو التواصل مع الاشخاص واقناع الاشخاص بوجهة النظر كلها تقريبا بتصب في مصلحتك اللي عندهم امتحانات مدرسية بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضور اما بالنسبة للبيت الرابع بيت البيت فانا شايف الاجواء يعني بتحملك نوع من انواع الضغط البسيط او خلاف معين خفيف هيك ممكن نقاشات او حوار حاد او يعني ينطلب منك بصفة الامر فطبعا صفة الامر عندك مرفوضة فممكن هاي تعمل نوع من انواع الخلافات ما بينكم على مستوى البيت يعني اي شيء له علاقة بالبيت او تحت سقف البيت كاهتمامات ممكن تكون هاي ضغوطات ممكن اعمال منزلية ممكن اعطال ممكن اي شيء او ترحيل او التزامات مالية له علاقة بالبيت اي كلها بتصب تحت اي شيء اسمه علاقة بيت البيت اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف الاجواء على المستوى العاطفي تقريبا اقل حدية هي بتميل للروتينية وبتفتح لك بعض الاشياء الجيدة او العاطفية اللي ممكن اما خبر عن الحبيب او تواصل مع الحبيب بيكون ايجابي وداعم اليك ويلو بشكل قوي خلال هذا اليوم اهم شيء انك تبتعد عن المزاجية وحدية الطباع او التقلب في الطباع وحدية الطباع اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وبرضو ممكن تهتم ببرنامج الو علاقة بالصحة اما بالنسبة للبيت السابع بيفتح لك نوع من انواع التقارب ما بينك وبين الشريك شريك المال او شريك العاطفة يعني الزوج او الزوجة ممكن يكون في مصالحة او مثلا حركة معينة انتقال نشاط معينة اليوم مشترك ما بينكم حوار يعني كل هالامور ايجابية اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف الاجواء تفتح بعض الفرص المتقدطة على التعامل مع مصرف او حسابات مالية او دعم مالي جايك من شخص معين امور القروض السلف الديون اشياء من هذا القبيل ممكن اليوم يعني تظهر لك بعض المسائل اللي انت تركز عليها كثير اما بالنسبة للبيت التاسع فهو كما ذكرنا في بداية التوقعات اما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة وبيدعمك على مستوى العمل في ساعات يعني الصباح للظاهرة بدك تدير بالك من اي تهور او اندفاع او حدية في الطباع او عصبية ما تدخلش بخلاف ما بينك وبين زميل او رئيسك بالعمل باقي اليوم ايجابي وبيدعمك بقوة اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فانا شايف انه ممكن تنزعج اليوم من تصرف صديق او يعني ممكن هيك عتب او خلاف معين او يفشلك في مسألة معينة فانت تحتد وتعصب خلال هذا اليوم ولكن ما رح يدوم هذا العتب عادي ممكن ينتهي في لحظة اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء جيدة فعشانيك ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية ببعض المسائل اللي لها علاقة اما بشخص مريض يعني من احبابك او اصحابك او عيادة مريض يتزوره وممكن الشغلة يعني انت شوي هيك يصحلك قرص الدان مثلا قرص الدان يعني بمعنى هيك تتفركش تضرب في باب وانت ماشي يضرب اسبعك في الطاولة مثلا وانت بتتحرك يعني شغلات زي هيك فحاول انك تكون يقض وتنتبه برج السرطان بتنهمكو في اعادة تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب من شراكة او تعويض مع هيك خففوا من النفقات حاول ترتيب الاوضاع اللي تراجعت في الايام السابقة وصحح انطباعات لانطباعات عنك كون واثق من نفسك من كفاءتك ما تسمح لاحد بالتشكيك بقدراتك ممكن تنشغل بملف اداري اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الاجواء تقريبا على المستوى النفسي روتينية فيها بعض الايجابية لكن لا روتينية اغلب فعشان هيك اليوم تتعامل على حسب طبيعتك النشاطاتك على حسب طبيعتك اما بالنسبة للبيت الثاني يعني بفتح لك بعض الفرص اللي الها علاقة بالمسائل المالية اللي ممكن انها تيجيك من عمل اضافي او مردودات او هبات او مساعدات بس قلل من مصاريفك اما بالنسبة البيت الثالث يعني بدعمك شوي ولكن بعطيك نوع من انواع يعني الاندفاع للتهور فبدك تحذر اثناء النقاشات من العصبية اثناء تنقلاتك من التهور اثناء القيادة ممكن يصير بعض الاعطال اللي اللي لها علاقة بسيارة او بجهاز تليفون او كمبيوتر وممكن بعضك يعني ما يدرس بشكل جيد فيهمل في امتحانه مدرسية بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء يعني تقريبا جيدة على مستوى البيت في نوع من انواع التقارب او التلاقي ما بين اخو بين افراد العائلة برضو في بعض الاهتمامات اللي لها علاقة في البيت نفسه كترتيبات او تصليحات او ترميمات او مشتريات يعني كلها بتمشي بشكل جيد اما بالنسبة البيت الخامس على المستوى العاطفي اقل حدية من الايام الماضية على المستوى العاطفي وهي بتحملك يعني اما ذكرى لحبيب او يعني ذكرى حب سابق او بعض سوء التفاهم اللي ممكن يكون ما بينك وبين الحبيب خلال هذا النهار او نقاش يعني يقلب له شوية فيها نوع من انواع الحدية اما بالنسبة للبيت السادس على مستوى بيت العمل جيد يبيد دعمك فعشان هيك بتقدر تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي لها علاقة اما بمواضيع صحية او اشي الاعلاقة بالصحة بتعلق فيك اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالية والعاطفية فهو جيد بيدعمك بقوة فبيعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين الشريك او مصالحة او ممكن تكون يعني اشي الاعلاقة بتلاقي ما بين الازواج مثل خروجة مثلا اتفاق على مسألة معينة اجواء يعني بتكون ما بينهم مش روتينية يعني زيادة شوي بالايجابية اما بالنسبة لبيت الثامن فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع تقريبا الاجواء متقلبة على مستوى الاتصالات الخارجية فممكن تعصب في لحظات وممكن تكون يعني الاتصالات او التواصل جيد ولصالحك فعشان تنهيك التقلب هاد بدمج اكثر من امر في بعض فنحكي احنا البيت وانت بتعرف شو يعني تقلب البيت هذا له علاقة بالسفر له علاقة بالتنقلات يعني مواضيع السفر اوراق سفر معاملات سفر اهي كلها لها علاقة ببيت السفر او تنقلاتك على الشوارع المفتوحة ممكن يكون برضو اولاق قانونية او معاملات او تعاملك مع مؤسسات اكاديمية او دراسة فعشان متقلب يعني بكون في لحظات سلبي يعني بدك تكون منتبه لكل الاشياء هاي ممكن يصير فيها عركسة وفي نفس اللحظة ايجابي ما بعد ساعات الظهر فبدعمك بقوة فبكون برضو في ايجابية في الموضوع فبدك تاخذ السلبي وتاخذ الايجابي هذا النهر اما بالنسبة البيت العاشر فهو جيد بيدعمك برضو بقوة على مستوى بيت السمعة وبيعمل تقارب ما بينك وبين زملائك ورؤسائك بالعمل اللي بتقدر اليوم تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بعمل جديد او يعني او عقد جديد بس بدك تدرسه بشكل جيد ما تعتمد على الحضوض في اصبر لحديث ما يوصل القمر للحوت بيكون افضل لك اما بالنسبة لبيتك ال 11 بيت الاصدقاء فممكن اليوم يعني شوي هيك الاجواء تكون جيدة لغاية من الان لغاية ساعة الصباح ولكن في ساعة الصباح بيغلب عليك نوع من الحساسية فممكن تتحسس من تصرف اي صديق او صديق معين مثلا بيسي لك او ممكن انه يزعجك بتصرفه او بكلامه فشوي هيك يعني تذايق منه حاول انك انت تصبر شوي بتلاقي الامور يعني بتتضح الرؤية لالك وعادي بترجع الامور طبيعية بدون مشاكل اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايف الاجواء جيدة بتدعمك فممكن اليوم تنجز كثير من الاعمال الموكل لالك وفي منك راح يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة اما بمراجعة الطبيب او ادوية اللي بخذها باستمرار يحاول انه يجمعها خلال هذا اليوم وبرضو في منك راح اما عيادة مريض يعني زيارته او اهتمام بصحة احد احبة او بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفة يعني هاي الفترة تعتبر من الفترات السيئة خلال هذا الشهر لانه اساسا القمر لما يكون مقابل معناته بكون ضاغط عليك فطاقتك بتكون خفيف شوي بيكون فيها كثير من التهديد لاستقرار خلال هذا اليوم بدك تحاذر من الفضائح ممكن اتميل لفرض الرأي على الآخرين حاول ايجاد المخارج او الحلول دون تشنج اما بالنسبة للبيت الاول فالاجواء تقريبا ضاغطة على المستوى النفسي شوي بتكون متقلبة عندك حدية بالطباع او مزاجك شوي بكون مش ايجابي جدا يعني بتتعكر صفه المزاج عندك من لحظة اخرى اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه في مسألة مالية اليوم رح تكون مربكة بالنسبة للك اما امور لها علاقة بمشتريات انت مش بحاجتها او التزامات في دفعات معينة او ممكن نوع من انواع الارهاق على مسألة مالية معينة اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا يوم ممكن تعزز عندك يعني الاهتمامات حتى في امور الها علاقة بالسيارات او التلفونات او الكمبيوترات او التلفزيونات او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة لبيت الرابع برضو بدعمك على مستوى البيت ويعمل تقارب ما بينك وبين افراد العائلة ممكن تهتم ببعض المسائل العائلية او امور لها علاقة ببعض الترتيبات الداخلية للبيت في منك ممكن انه شوي انشغل ببعض المشتريات او المستلزمات البيتية او ديكور ترتيب اشياء زي هيك اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء المستوى العاطفي اليوم برضو فيها نوع من انواع الحدية فهذا شوي برضو بسبب لك نوع من انواع الانزعاج بسبب العاطفي ممكن ارباك معين ممكن تحسس من موقف معين ممكن شوي نوع من انواع الخلاف او الحدية بالطباع ما بينك وبين الحبيب اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم ببعض المسائل الصحية اما بالنسبة للبيت السابع فهو على بيت الشراكي كما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن ممكن تظهر بعض المسائل المالية اللي العلاقة ببنك او مصرف او ديون قروض التزامات شوي هاي منها الاشياء ممكن تكون مربك الى ايلك يعني او يحدث تعطيل مثلا يعني ممكن انت بتنتظر في حوالي يعني روتيني على مستوى التحركات والاتصالات البعيدة او تواصل مع اشخاص خارج البلاد ممكن تهتم ببعض المسائل العلمية او اشياء بتتعلق لبحث معين او يعني مجهد بالنسبة لك او اوراق قانونية او معاملات اهم اثناء نقاشاتك خصوصا اللي بتتعلق بالسياسة بالدين بالامور هاي ما تحتد اما بالنسبة البيت العاشر بيت السمعة جيد بيدعمك بقوة يعني ممكن انك تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يوكل لك امر جيد وممكن يعزز بعض النقاط القوية ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء برضو شايف انا يعني شبه روتينية ولكن في لحظات فيها دعم قويلة اليك وممكن انه برضو في لحظات تحتد او تعصب من صديق او من تصرف معين ممكن يقوم في احد الاصدقاء او المعارف فهذا شوي يزعجك اما اغلب النهار من بعد ساعات الظهر الاجواء روتينية ما فيها اي شيء اما بالنسبة لبيت المتاعب فاليوم تقدر لأوراق لحاول انك تراجع حالك او تدرس هاي الامور بشكل جيد قبل ما توقع عليها خوفا من الخطأ او من اشياء ممكن ما تقدر تلتزم فيها بالفترة القادمة وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي بتتعلق بأحد الاحبة اما صحيا او بصير معا موقف فانتي بتحاول انك توقف وتسند برج العذراء رغم تراكم العمل انتو قادرين على مواجهة وانجاز حصة الاسد منه نظموا جدوى الغذاء خذوا قصد كافي من الراحة بتلزمك الواجبات وبترافقك مشاعر مختلفة معظمها فيها نوع من انواع القلق نظم مواجهتك بشكل جيد تفادي لاي تقصير او تأخير لا تهمل صحتك ولا الواجبات اتجاه الاحبة اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الاجواء تقريبا نفسيا متقلب خلال هذا اليوم ممكن شوي يعني يصير عندك فترات ايجابية تشعر بالثقة وقدرتك على انجاز اعمال ولكن في لحظات ممكن تصير روتينية يعني متقلب خلال هذا اليوم ممكن تنزعج من موقف معين فيأثر على نفسيتك اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء برضو متقلب على المستوى المالي في فرص رح تجيك متقطعة في ساعات الصباح او في ساعات الظاهرة يعني ممكن يكون فيها بعض الفرص اللي بتيجي من عمل اضافي او مستردات مالية او هبات او مساعدات ولكن في وضع واتصالاتك اليوم متقطعة فعشان ما بيكون عندك زي ما بقوله بتحاول قدر الامكان تقتصر تحركاتك وتنقلاتك خلال هذا اليوم مش باندفاع وتهور زي انك حاب بتغير جو وتطلع واشياء من هذا القبيل بالعكس يعني انت اليوم بتحاول تقللها على الاشي الضروري والمهم ممكن اتصالاتك بس هي اللي تكون نشطة اما بالنسبة البيت الرابع تقريبا الاجواء على مستوى البيت هادية ما فيها اي مشاكل يعني بتقدر تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة المنزلية ممكن اهتمام ببعض الشؤون اللي الها علاقة بالعقارات او اهتمامات بتصليحات او دكور او اهتمامات عائلية اما بالنسبة للبيت الخامس فلغاية ساعات الصباح تقريبا منقدر نحكي انه الاجواء متقلب عاطفيا عندك بتكون بابين سلبي روتيني حدية بالطباع شغلات زي هيك ولكن من ساعات ما بعد الصباح لغاية المساء ممكن تظهر بعض المسائل او تتراجع عن قرار سابق او ممكن تعمل نوع من انواع المصالحة اذا كنت زعلت الحبيب في الايام الماضية اما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع فانا شايف روتيني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي على مستوى الازواج او على مستوى شركاء المال يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم اما بالنسبة للبيت الثامن ممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي الها علاقة بالمصارف او يعني بالصرافين او في البنوك ممكن انه شوي هيك اشي اللي علاقة بالتحويلات او اهتمامات باوراق معينة او بمؤسسات مالية زي الضريبة والتأمين اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا متقلب اليوم على مستوى الاتصالات البعيدة ممكن تنشط في ساعات العصر مثلا بالاتصالات البعيدة او بالحوارات او النقاشات او امور الها علاقة بلغة معينة او مثلا شخص خارج البلاد بتتناقش انت وياه بموضوع اجمالا الامور كلها يعني جيدة ممكن يصلك خبر من بعيد شوي يسعدك او يكون مطمئ الا اما بالنسبة البيت العاشر الاجواء برضو جيدة على مستوى بيت السمعة ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك رح يكون بعض التعامل مع زميل او مع رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فهو قوي يعني بيدعمك بقوة واليوم ممكن يكون لك بعض النشاطات مع الاصدقاء اما لقاء او حوار او ممكن يكون اشي لعلاقة لدعوة لحضور حفلة او مناسبة اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء ما زالت ضاغطة فعشان هيك منقول لك حاول تنجز الاعمال الضرورية والمهمة وفي نفس اللحظة بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد ممكن يصلك خبر عن صديق او معرفة يعني شوي تنزعج منه بسبب ظرف معين بصير معه خلال هذا النهر برج الميزان تزداد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم يوم مناسب لممارسة نشاط فني بتتحسن الاجواء وترتفع المعنويات بشكل كبير فترة مناسبة للحوار والنقاش من اكثر ايام الشهر حظا ما تقف متفرج اسعى للمبادرة يعني على اساس انك تحصل من هاي الاجواء الجيدة الاجواء برضو رومانسية ودافئة اما بالنسبة للبيت الاول فالاجواء تقريبا احسن اليوم نفسيا يعني مدعوم بطاقة جيدة وهي الطاقة بتعزز من حيوية الحيوية عندك وبرضو بتدعمك في بعض المسائل النفسية اما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي ممكن تظهر بعض المصاريف او الدفعات خلال هذا اليوم ماشي ولكن بالمقابل ديروا بالكم من المصاريف الزائدة اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة على مستوى الاتصالات والتنقلات والحوارات وممكن يكون لكم تعامل مع اخ او جار خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء جيدة على مستوى البيت وبتدعمك بقوة فممكن اليوم يصير فيه نوع من انواع التوافق العالي اهتمام بتصلحات ترتيبات او انشغالات بيتي برضو رح تكون جيدة اما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس تقريبا الاجواء جيدة فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفيه منك رح يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالعلاجات او بالمستشفيات او بطبيب اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا جيدة بالتعامل ما بينك وبين الشريك بتعمل نوع من انواع التقارب في منك رح يعمل نوع من انواع اللي هي الاعمال المشتركة ما بينه وبين شريك المال او شريك العاطفة اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء على مستوى امور البنكية او الاموال المشتركة ممكن تظهر بعض المسائل اللي بحاجة بتكون لتوقيعك او لمراجعتك او للاهتمام فيها اما بنكية او مؤسسات مالية مؤسسات دولة مالية زي ضريبة والتأمين اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء برضو جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات او التواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام ببعض المسائل اللي لها علاقة باوراق قانونية او معاملات وبرضو بزيد من حيويتك وممكن يكون برضو عندك نوع من انواع التعامل جيد ما بين زملائك او رأساك بالعمل وبرضو فيه امكانية ان الفترة هاي تستغل هاي تحب تقدم لعمل هاي الفترة بتدعمك بشكل جيد اما بالنسبة لابتك 11 بيت الاصدقاء فما زالت الاجواء ضاغطة لاخر يوم لغاية ساعات العصر بتضغط على مستوى العلاقات والمعارف او الاصدقاء او يعني سوء تفاهم او حدية او زعل او عتب على مسألة معينة بعدين الاجواء من ساعات العصر بتصير روتينية ما فيها اي شي اما بالنسبة لابت المتاعب فالاجواء بتدعمك اليوم ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية او المهمة خلال هذا النهار وفي منك راح يهتم ببعض المسائل اللي بتتعلق في المستشفيات او بالاطباء يعني تكرر الموضوع كمان مرة وممكن برضو اما عيادة مريض او الاهتمام بصحة احد الاحبة برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول ضبط شؤونكم البيتية والعائلية بتجدوا تعاون من افراد العائلة اهم شي انك تحمي وضعك الصحي من التقلبات والانفعالات ممكن تهتم لعمر عقار ما الجنة بالانفعال والتسرع في القاء اللوم على الاخرين مزاجك اليوم ممكن يكون شوي متقلب او تكون متجهم يعني هيك كشر عصبي هيك حد الطباع طبعا بالنسبة للبيت الاول عشان هيك مزاجك متقلب او عندك حدية بالطباع او بعض الامور اللي الها علاقة هيك بالمزاج المتعرك يعني متعكر متعرك من وين جت هيك وتندفع هيك في بعض الكلمات فعشان هيك الاجواء بتطلب منك انك تتروى شوي وتشحن حالك بطاقة ايجابية بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الثاني شايف الاجواء على المستوى المالي جيد اليوم فممكن تحصل بعض الاموال اللي بتجيك يا ممن عمل اضافي يا مستردات يا هبات يا مساعدات ولكن بالمقابل ما تلزم حالك بامور مالية ممكن انت ما تقدر تنفذها اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة على مستوى الاتصالات والتنقلات حواراتك جيدة بتقدر تقنع اي شخص بوجهة نظرك بعمك النشاط بشكل كبير كل هذا اليوم حتى اللي بيشتغلوا في مجال التسويق بيبدعوا في هذا النهار اللي عندهم امتحانات مدرسية او يعني بدهم يدرسوا بشكل جيد ما يعتمدوا على الحضوض اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف الاجواء مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات اما بالنسبة للبيت الكامس على المستوى العاطفي لغاية ساعات الظهر تقريبا بتكون الامور حد شوي ممكن تعصب او تزعل من حبيب او من ابن تحديدا اه يعني شوي الاجواء هيك ممكن تتقلب عندك او تتوتر عليه او تقلق عليه ولكن من ساعات ما بعد العصر الاجواء بتصير جيدة اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء على مستوى العمل ممكن تنجز كثير من الاعمال المهمة والضرورية خلال هذا النهار وفي منك راح يهتم ببعض المسائل الطبية او العلاجية اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء برضو تدعم ما بينك وبين شريكك بالمال او العاطفة ممكن يصير فيه تقابل او تلاقي على مسألة جيدة اما بالنسبة للبيت الثامن برضو في بعض الاهتمامات اللي لها علاقة بالامور البنكية او المعاملات او الشكات كومبيلات حسابات معينة بتطلب منك التدقيق في بعض المسائل او ممكن برضو تهتم ببعض الامور اللي لها علاقة بقروض او ديون او اشياء من هذا القبيل ممكن يكون لك تعامل مع بنك او مع مؤسسة حكومية مالية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء روتينية على مستوى الاتصالاتك البعيدة تتعامل على حسب طبيعتك ممكن يجيك خبر فيه ساعات المساء يسعدك من خارج البلاد برضو ممكن يكون لك بعض الاهتمامات باوراق قانونية او معاملات او اشياء لها علاقة بمؤسسات تعليمية اما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد بيدعمك بقوة على مستوى بيت السمعة وبرضو بيت العمل عشان هيك ممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى العمل او انجاز ملفات كانت صعبة او عالقة او الاهتمام باحد الزملاء او رؤسائك بالعمل او التعاون معهم لانجاز بعض العمل اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فالاجواء جيدة بتدعمك خلال هذا النهار ولكن بدك تحذر في ساعات من الصباح للظهيرة من اشي ممكن يزعجك بتعلق في احد المعارف او الاصدقاء ممكن اشي يصير معاه او تصرف يزعجك اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني بالكامل ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي فبتتعاملوا بانجاز اعمالك على طبيعتك برضو بساعدك بالاهتمام بصحتكم برج القوس ممكن تنشطوا في امور الها علاقة بالسفر او الاتصالات او اللقاءات بيكون عندكم نوع من انواع التعامل مع اخ اوجر بتكثر التنقلات والزيارات وورشات العمل لحسن الحظ انت بتتمتع بسرعة خاطر وتصرف بشكل جيد لكن بدك تسيطر على انفعالاتك ممكن تضطر لتقديم المساعدة لاحد الاخوة اما بالنسبة البيت الاول فهو جيد بيدعمك بقوة خلال هذا النهار وممكن يعمل لك نوع من انواع التقارب مثلا بشكل قوي جدا يعني يجمع ما بينك وبين الجنس الاخر مثلا او يعني اشي العلاقة بشحن نفسك بطاقة ايجابية وثقة بالنفس بتكون عالية اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الاجواء برضو جيدة يعني بتدعمك بقوة خلال هذا اليوم وممكن تهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالامور المالية ممكن يجيك دعم معين او تحصل على بعض النتائج الجيدة اللي تدعمك خلال هذا اليوم اما بالنسبة البيت الثالث فمثل ما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع تقريبا على مستوى البيت اليوم الاجواء الروتينية ما فيها اي شيء لا ايجابي ولا سلبي يعني بتتعامل على مستوى البيت او اي شيء يتضمن البيت من عقار او تصليحات او ترتيبات او افراد العائلة بتتعامل معهم بشكل روتيني اما بالنسبة البيت الخامس فالاجواء العاطفية عندك شوي ضاغطة لسه يعني بتسبب لك نوع من انواع التوتر او الحدي بالطباعة خلال هذا اليوم وممكن برضو بقايا لا ايام ماضي يعني ظل مشكلة متطورة ما بينك وبين الحبيب او ما بينك وبين احد الابناء اما بالنسبة البيت السادس فالاجواء يعني ممكن تدعمك في انجاز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وممكن برضو اهتمامات في مجال صحي او مراجعة صحية او شيء من هذا القبيل اما بالنسبة البيت السابع فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الشراكة وبتعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين الشريك او مصالحة او مرافقة على او توافق على موضوع معين ما بينكم وخصوصا ما بين الازواج اما بالنسبة البيت الثامن فهو روتيني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي على مستوى الاموال المشتركة بالنسبة للبيت التاسع ما زالت الامور ضاغطة عليك فعشان هيك ممكن تحتد او تعصب من تصرف احد الاشخاص خارج البلاد او ممكن عقسو تفاهم او حساسية من موقف معين اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة على مستوى بيت السمعة وبدعمك بقوة فعشان هيك بعزز من قدراتك في مكان العمل المهمة خلال هذا النهار بالتعاون مع زميل او رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فالاجواء تقريبا روتينية الا في ساعات الظاهرة ممكن تستاء من تصرف صديق او معرفة او تقلق عليه بسبب ظرف معين او يصير في حدية بطباعك بانزعاج من تصرفات او كلمات بيحكيها احد الاصدقاء ما فيها اي شيء لا ايجابي ولا سلبي عشان تقدر تنجز بعض العمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منك رح يهتم بصحة احد الاحبة او عيادة مريض او مثلا امور مشابهة لهذا الكلام برج الجدي تم فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي مع هيك بتكونوا حذرين من اي خطوة مالية جديدة حاولوا تخففوا من النفقات ممكن تقدم على انجاز او تناقش صفقة او اتفاقية اعمل بجدية نظم شؤونك المالية بشكل جيد امتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة اما بالنسبة للبيت الاول على المستوى النفسي تقريبا انت احسن من الايام الماضية يعني مشحون بطاقة ايجابية مفسيا مرتاح ممكن شوي هيك بعض الافكار ولكن سرعان ما بتقدر انت تتجاوزها وتشحن حالك بطاقة ايجابية اما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث جيد على مستوى الحوارات والنقاشات والتنقلات والاتصالات ويعني ممكن تنشط بكثير من المجالات خلال هذا النهار حتى مجالات التسويق برضو بتكون ممتازة اما بالنسبة للبيت الرابع فما زالت الاجواء على مستوى البيت فيها نوع من انواع الارباك او الضغط من احد افراد العائلة مثلا او خلاف عائلي او ممكن بعض الاعطال المنزلية او اهتمامات بشؤون عقارية شوي بتكون مربك اما بالنسبة البيت الخامس فالاجواء العاطفي ما زالت يعني فيها نوع من انواع الحدية بالطباع اما نوع من انواع التحسس او امر سلبي بتعلق فيك وفي احد الاحبة او احد الابناء اما بالنسبة البيت السادس فالاجواء يعني بتدعمك بشكل جيد ممكن انه تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة وممكن يكون لك بعض الاهتمامات اليوم تنجز ها على مستوى العمل او على مستوى الصحة اما بالنسبة البيت السابع فالاجواء ضاغطة على مستوى بيت الشراكي برضو بتسبب لك نوع من انواع الحدية او الافكار السلبية اللي بتتعلق فيك وفي شريك شريك بيجي شريك المال او الزوج او الزوج اما بالنسبة البيت الثامن يعني برضو بيحمل لك نوع من انواع السلبية على مستوى الاموال المشتركة اللي اللي لها علاقة بالبنوك او المؤسسات المالية ممكن ارباك او مطالبات مالية حاول انك تحافظ على مقتنياتك من الضياع او السرقة اما بالنسبة البيت التاسع فالاجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام ببعض المسائل اللي لها علاقة بأوراق قانونية او معاملات بتكون لصالحك اما بالنسبة البيت العاشر برضو جيد بيدعمك على مستوى بيت السمعة وممكن اتعزز بعض النقاط القوية او التقارب او المصالحة او المشارك ما بينك وبين زميل في العمل او رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيت الاصدقاء يعني بظل الاجواء جيدة لغاية ساعات الظهيرة من ساعات الظهيرة ممكن يصدر تصرف عن صديق يزعجك او يوترك او مثلا يسيئك تصرفه او تقلق عليه بسبب ظرف معين اما بعد ساعات ظهر الاجواء بترجع روتينية ما فيها اي شيء لا ايجابي ولا سلبي اما بالنسبة لبيتك اتناعش يعني بيت المتاعب ما فيه اي مشاكل ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منك رح يهتم ببعض الامور الصحية بتتعلق فيه او في احد الاحبة برج الدلو اليوم انتم ممتلئين النشاط وحيوية وقادرين على مواجهة مشاغلكم كل ما اقتربنا لساعات الصباح كل ما كانت الطاقة اعلى بالنسبة للكم بتقدر تنجز كثير من الاعمال خلال هذا النهار شعبيتك بتصير فيه تصاعد بتكون مستعد لتحرك في كل الاتجاهات تسلط عليك الاضواء وقدرتك على يعني قدراتك وممكن تنطلق بحماسة وعزيمة كبيرة فترة ايجابية وممكن ترغب في نوع من انواع التغيير او اقتحام مجالات جديدة اما بالنسبة للبيت الثاني فعلى المستوى المالي يعني ممكن يحمل لك فرص بس مش قوية كثير او مش لكل موليد برج الدلو اللي بتحصل لهم بعض المكاسب المالية اللي بتجيهم من عمل اضافي او نوع من انواع المستردات او الهبات او المساعدات وممكن تنشغل في بعض الدفعات او الالتزامات خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى التحرك والنشاط بيغلب عليك طابع الحركة النقاشات الحوارات اليوم بشكل جيد وبرضو التسويق اللي بيشتغلوا في مجال التسويق برضو رح ينجزوا اعمال مهمة جدا وتكون لصالحهم اللي عندهم امتحانات مدرسية بس بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ممكن تظهر لك بعض الخلافات او سوء التفاهم او بعض الاعطال او الاهتمام ببعض افراد العائلة شوي يكون مقلق بالنسبة لك خلال هذا النهار او مربك يعني او التزامات بتكون ذييلة على مستوى البيت اما بالنسبة البيت الخامس على المستوى العاطفي قلت الضغوطات اليوم فعشان هيك ممكن يعني يصير بعض الاهتمامات العاطفية ولكن برضو ما زالت الاجواء فيها نوع من انواع يعني هيك سوء التفاهم ما بينك وبين الحبيب او الحدية بالطبع اما بالنسبة للبيت السادس ضاغط على مستوى العمل ما زال فعشان هيك ممكن يتراكم عندك بعض العمال ما تقدر تنجزها او ارباك في مكان العمل يعني فيه نوع من انواع الضغوط عليك على مستوى عملك او امور الها علاقة ببعض الامور الصحية اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء برضو فيها نوع من انواع الضغط ما بينك وبين الشريك شريك المال او شريك العاطفي بتسبب لك يعني ممكن بقايا لبعض التحسس من تصرفاته او لخلاف كان ما بينكم لسه مستمر تأثيراته اما بالنسبة للبيت الثامن جيد وبيدعمك على مستوى الامور اللي الها علاقة بالبنوك او المؤسسات المالية او بعض الفواتير او الالتزامات ممكن يعني تنشط لتجهيز بعض الاوراق اللي الها علاقة بقرض او نوع من انواع الدعم اما بالنسبة للبيت التاسع يعني الاجواء جيدة ممكن تنشط بالاتصالات ولكن من ساعات ما بعد الظهر الواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام ببعض المسائل او الاوراق القانونية او المعاملات خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت العاشر جيد وبيدعمك بيعملك نوع من انواع التعاون ما بينك وبينز وملائك بالعمل او رؤساك بالعمل او ممكن يعني تفكر في موضوع لمجال عملي جديد او فكرة جديدة بالنسبة لبيت الاصدقاء يعني ممكن تحتد او تعصب على مسألة حوار مثلا او نقاش او حدث معين بصير مع احد الاصدقاء بزعجك خلال هذا اليوم ولكن بيتعوض في ساعات المساء ممكن يكون في لقاء او دعوة او حضور حفلة او اجتماع او تقارب ما بينك وبين اصدقاء اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد بيدعمك بقوة فبتقدر تنجز كثير من اعمالك خلال هذا النهار وبرضو في نفس اللحظة ممكن انه تقوم ببعض الزيارات اللي لها علاقة اما باحد الاشخاص مريض او مستشفى لزيارة معينة او تطلع لك نتيجة من مستشفى تكون لصالحك برج الحوت طبعا اليوم القمر بدو ينتقل لبيت المتاعب فكل ما اقتربنا لساعات الفجر كل ما شعرت بضغط اكثر بصير عليك من الان لغاية ساعة الفجر يعني بعدين طول النهار لغاية ما يصل القمر لعندك بتكون الامور ضاغطة عشان هيك بالفترة هاي بتشعروا بالتعب بسيطر عليكم ضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري واخلدوا للراحة بتسجل هاي الفترة ركود على جميع الاصعي دي بنصحك بعدم المباشرة بالتنفيذ لبعض الامور الا لما تراجعها بشكل جيد و حتى لو تأجلها لحديث ما يوصل للقمر اللي عندك بيكون افضل اهم مش انك انت تخلص من عاداتك القديمة وحاول انك انت يعني تحول كل امورك بطريقة روتينية انك تنجزها احذر من التأخير والخسائر والوعكات الصحية اما بالنسبة للبيت الاول فالاجواء بما انه بيت المتاعب في نوع من انواع الضغط معناته بيتك الاول بيحتم عليك بعض التقلبات بالمزاج خلال هذا النهار ما بين ايجابي ما بين سلبي يعني بعض التردد في بعض القرارات ممكن يكون عندك خلال هذا النهار وممكن تنزعج من بعض المسائل اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء يعني على المستوى المالي ممكن تظهر بعض الفرص لبعض موليد برج الحوت اللي لها علاقة بالمكاسب المالية او بعض الهبات او المساعدات خلال هذا النهار او بعض الاهتمامات في بعض المشتريات ولكن حاول انك ما تبذر اموالك اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم فعشان هيك بتكثر عندك الاتصالات والحوارات والتنقلات والنقاشات ولكن حاول انك ما تعصب اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت من ساعات الصباح بتنضغط شوي في مسألة لها علاقة بالبيت او بالعقارات او في افراد العائلة ممكن خلاف معين ممكن انشغال في مسألة معينة بتكون مربكة ممكن خراب او عطل معين في البيت بتحاول انك انت تنجزه اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي برضو ما زالت الاجواء حادة واليوم رح تزيد حديتها مع ساعات الصباح فعشان هيك في قابلية لخلاف او سوء تفاهم او اشي يعمل نفور ما بينك وبين الحبيب او ما بينك وبين احد الابناء او ممكن تقلق على مسألة معينة بتتعلق في الحبيب او احد الابناء اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء يعني ممكن تراكم عندك بعض الاعمال خلال هذا النهار وممكن برضو تهتم ببعض الشؤون الصحية مثل تعب معين او مراجعة الطبيب او تشعر بوعك صحية اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على مستوى بيت الشراكي جيدة يعني بتدعم من علاقتك ما بينك وبين الشريك وممكن تتلاقوا على مسألة معينة او حوارية او تتعاملوا بشكل روتيني ما بينك وبين بعض بدون اي اشياء اضافية اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء روتينية ما فيها اي شيء على مستوى بيت الشراكي المالية وبيت الاموال المشتركة فعشان تتعامل على طبيعتك مع بنوك او على مصارف او مؤسسات مالية على طبيعتكم تتعاملوا ما فيه شيء يعني يعركس الامور او انه يعطيها دفعة ايجابية اما بالنسبة لبيتك التاسع ممكن يصلك خبر من خارج البلاد في ساعات المساء او بعد العصر من خارج البلاد من شخص مقيم خارج البلاد او يجيك بريد او تجيك مراسلة معينة تكون يعني تسعدك خلال هذا النهار بتغلب عليك الاتصالات البعيدة في بعض الاوقات وممكن الاهتمام ببعض النقاشات او الحوارات او المساء الفلسفية او الدينية اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة اللي بتتعلق فيك او في زميل او في رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 برضو بدعمك على مستوى بيت الاصدقاء ممكن يدعمك في مسألة معينة او يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او ممكن اللقاء عادي ولكن الاجواء ايجابية رغم انه في ساعات الظاهرة ممكن تستاء من تصرف احد المعارف اما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة